ومع المقدمة مع الشوط العاشر مخصصة للإبكار مهجنات الأسائل أسير مع الصدارة مع المقدمة والمرقز الأول هنا مع التحديات الجميلة والشعارات القالية دائما على قلوبنا هناك أيضا مع هذه الفطاحلة هناك أيضا مع المضمرين الصدارة والمقدمة والمرقز الأول هناك الضبي الضبي الفلا رمز العطاء من تتواجد على صدارة هذا الشوط هناك سموه شيخ حمدان براجد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد من يتواجد في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة أن تقل مباشرة مع مشهوره هنا وهذا الشعار المشهور دائما بإنجازاته هناك هيقن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايدة الخيري المميز منياتي على المركز الثاني بينما هناك المركز الثالث الوصول من الطائف هنا في ثالث المراكز في هذه اللحظات نسموه شيخ سلطان بن زايدال انهيان أحمد بن خلفان هنا بالصائق من يتواجد في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة المركز الرابع هناك والتحديات من حربة في هذه اللحظات لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية في عملية التضمير أن تقل مباشرة مع المركز الخامس والوصول هناك أيضاً أيضاً هناك سيوف من تاتي وتختفى المركز الخامس في هذه اللحظات مع الشيخ محمد بن بطي الحامد مختار بن أحمد هنا من يختار هذا الرقم هناك عزيزي المشاهدين تبارك الله ولكن التحديات من مياسة في هذه اللحظات تدخلت مياسة على المركز الرابع لكي تشكل المربع الذهبي لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير هنا الواثق هناك أيضاً أيضاً من يتدخل على المركز الرابع أن تقل مباشرة مع المركز السادس والقدوم هناك أيضاً من المراكز الخلفية ظبي هناك أيضاً غادمة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير من يتواجد في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة ولكن هناك أيضاً الشاهينية وصلت الشاهينية وصل شعار الرموز في هذه اللحظات لهجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري هنا فلله درك يا بوذياب على هذا التواجد وعلى هذا العروضات الجميلة في هذا المسام عاصمة الميادين بهذا الحضور الميمون أعود إلى الصدارة أعود مع المقدمة مع المركز الأول مع التحديات الجميلة من هذه الشعارات هنا والثلاث اللي بهنزان لقاء هناك المقدمة مع مشهورة هنا هناك مشهورة مع الصدارة لهجن الرئاسة أنبالك من أحمد بن مايدة الخيلي المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات الضبي هنا على ثاني المراكز يا سلام نسموه الشيخ عمداب الراشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد المركز الثالث وصلت الطايف هنا على ثالث المراكز وهناك نسموه الشيخ سلطان بن زايد آل انهيان أحمد بن خلفان بالصايق في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة ولكن الوصول من المركز الرابع والتحديات من مياسة هناك الوصول من مياسة وهذا الشعار هجن العاسفة حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب وإيضا العناية المستمرة لهذا الشعار المركز الخامس الوصول هناك من الضبي هناك تدخلت الضبي هنا تدخل شعار هجن العاسفة حمد بن راشد بن غدير ولكن هناك سيوف وصلت سيوف هنا معالي الشيخ محمد بن رطيال حامد مختار بن أحمد هنا يلا يا مختار ولكن التحديات من الجانب الأيمن هنا والتنافس هنا من المراكز الخلفية الله الله وصلت الشاهينية وصل شعار هجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري هنا المستحيل من ياتي في هذا الشوت بينما هناك التحدي الجميل مع مشهورة لهجن الرياسة وصالح بن سعيد هناك بن عليك في عملية التضمير وهناك العنود لهجن الرياسة وهناك البارع عيسى بن أحمد بن مايدة لخيلي وصل البارع ووصلت هناك أيضا القارية لهجن الشحانية سالم بن فران المري هكذا الندال للمراكز العشر لوائل المتقدمة أعود إلى الصدارة أعود والعود أحمد إلى المقدمة هنا إلى الصراع هنا الله 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 ما إن شاء الله هنا التحديات مع مشهورة التحديات مع مشهورة العروضات مع مشهورة الشعار هنا أيضا الذي دائما ياتي مع الصدارة هناك أيضا هجن الرياسة أنبارك من أحمد بن مايدة لخيلي هذا الشعار الذي دائما يقدم لصالة ولكن المركز siguiente وصول من مياسة هنا تتسلل من مركز انتلو مركز مياسة 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 وصلت مياسة ووصلة شعاره امد بن راشد بن غدير الواثق هنا وتضميره هناك ياتي مع مياسة وياتي بهذا الشعار على المركز الثاني لكي يختف السيارة والمرقز الثالث الوصول هناك من الطائف على ثالث المركز سموه شيخ سلطان بن زيادر الأيان أحمد بن فلفان بالسائق أرجز هنا يا أبو خليفة ولكن الله الله القدوم هناك من الضبي هجني العاصفة حمد بن راشد بن غدير الواثق هناك من ياتي من ياتي بهذه الشعار على ثاني وثالثا والتسليلات في هذه اللحظات الأمور في خطر الأمور في خطر هناك الصدارة والمقدمة المنصة بانت المنصة بانت هنا ولايحة الكيلو الكيلو الأخير الكيلو الخطير بدينا في العد التنازلي هناك عزيز المشاهدين بدينا في القلاف الجوي في هذه اللحظات الضبي 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 على الصدارة ضبي الفلا رمز العطاء هنا معنى الوفاء لشعار العاصفة مع الواثق هنا في عملية التضمير ولكن الشاهينية الشاهينية وهجن الرئاسة والمستحيل المستحيل هناك ياتي على المركز الثاني المركز الثالث هناك سيوف معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد مختار بن أحمد هنا من يتواجد في عملية التضمير المركز الرابع الوصول من الغارية قالت الغارية قالت الغارية انطلقت في هذه اللحظات لهجن الشحارية الله الله هناك التحديات هناك الإثارة مع الضبي 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 هناك الضبي على الصدارة مع المركز الأول مع التحديات الجميلة هنا في هذه اللحظات والنقطة الخامسة في هذه المساء في هذا عزيز المشاهدين الحيوة هناك والتلاثي هنا من عاصمة الميادين فسلام سلام سلام هنا عزيز المشاهدين لهجن العاصفة ومالك عجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمداب الراجد حمدابن أفحمد ברاجد المكتوم هنا عزيز المشاهدين لهذا الشعار وهجن العاصفة وهناك الواثق من يتواجد في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة هنا الضبي هنا على الصد traits تهانينا 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 لهيقن العاصفة حمد بن رايس بن غدير هناك عزيز المشادي في عملية تضمير المركز الثاني لحظات الوصول هنا من الشاهينية المملوكة لهيقن الرئاسة مع المستحيل المركز الثالث وصلت سيوف هنا على ثالث المركز مع الشيخ محمد بن بطير الحامد مختار بن أحمد من يتواجد على ثالث المركز المركز الرابع هناك ايضا الوصول من الغارية لهيقن الشحانية وسالب بن فاران المري المركز الخامس وصلت هناك أيضا مياس الهجن العاصفة وحمد بن راشد بن قدير هكذا النداء للمراكز الخمسة الوائل المتقدمة أعود مع التوقيت الزمني لحظات الوصول والعبول إلى خط النهاية هناك أيضا مع الضبي لهجن العاصفة حمد بن راشد بن قدير هنا من يتواجد في عملية التضبير هناك التوقيت الزمني هنا والانطلاق الأخير مع الأمتال الأخيرة هنا أيضا أعزائي المشاهدين جولة الأوامر وهناك وصلت الضبيل خط النهاية تسع دقائق بلا شك وخمس ثواني ست أجزاء من الثانية تهانينا لهجن العاصفة المركز الثاني لحظات الوصول من الشاهينية المملوكة لشعار هجن الرئاسة وهناك المستحيل من ياتي مع هذه الذلول العملاقة المميزة بشعارها وتسع دقائق وهناك عشر ثواني ثمان أجزاء من الثانية بينما المركز الثالث وصلت هناك أيضا سيو معالي الشيق محمد بن بطيال حامد مختار بن أحمد من يتواجد في عملية تضمير على ثالث المركز تسع دقائق ذنا عشر ثاني أربع اجزاء من الثانية فتهانينا من الجميع هكذا تتواصل انطلاق